في مجموعة من الأمرار اللي تصيب العين تسمى الالتهابات الداخلية هذه الالتهابات الداخلية ممكن تيجي بأشكال مختلفة وهي تختلف عن الالتهابات الخارجية اللي تصيب الملتحمة أو القارنية أو الجفون هذه الالتهابات الداخلية موضوع كبير جدا فاليوم بتكون مقدمة لأن أبعطيكم فكرة عن الأجزاء الداخلية للعين وين ممكن أن هذه الالتهابات تحدث طبعاً الاسم اللاتيني الجامع لهذه الأمرار يسمى يوفييتس يوفييتس بكل اختصار جاي من التهاب اليوفيا واليوفيا هي الطبقة العنبية الموجودة داخل العين لكن هذا لا يعني أن باقي الأجزاء الموجودة داخل العين لا يصيبها هذا الالتهاب باليوم باستخدم المجسم اللي موجود عندنا مجسم للعين على اساس يعني نعطي فكرة بسيطة عن هذه الأجزاء اللي ممكن يصيبها الالتهاب فهذا هو المجسم اللي دايماً نستخدمنا احنا طبعاً هذا يعني شكل مقطعي للعين بداية هذا الالتهاب مثل ما ذكرنا ممكن يصيب أي جزء من الأجزاء الموجودة بالعين وكل جزء لما يصيب كل جزء يسمى باسم معين لكن مثل ما ذكرنا الاسم العام هو التهاب الداخلي أو التهاب العنبية لهوليوبييتس بداية أو أكثر الحالات للتهاب تصيب هذا الجزء هذا الجزء مع القزحية فنسمى هذا التهاب القزحية والجسم الهدبي هذا هو الجسم الهدبي وهذه القزحية طبعاً هذا كذلك ممكن مع وجود هذا التهاب ممكن الأجزاء الأخرى كذلك تتأثر من ضمنها العدسة ممكن يصيبها مشاكل أو مضاعفات هذا الالتهاب وكذلك القرنية ممكن يسبب مشاكل أخرى غير الالتهاب أما أن الضغط ينزل لأنه لما يصير التهاب لهذا الجسم الهدبي فأن العين تبدو مريضة فيقل إفرازها من السوائل وبالتالي يكون الضغط في كثير من الأحيان ينخضر لكن كذلك ممكن أن هذا الالتهاب أو أنواع منه تسبب ارتفاع في ضغط العين لأن هذه الزاوية ممكن تنغلق أو تنغلق بالأشياء التي تفرز خلال الالتهاب وتغلق هذه الزاوية أو منظومة التصريف من العين وبالتالي ضغط الارتهاب في أنواع أخرى كذلك من هذا الالتهاب داخلي ممكن يصيب هذا الجزء هذا الجزء اللي هي قاعدة الجسم الزجاجي وهذا يسمى الالتهاب الداخلي المتوسط بالإضافة إلى الالتهابات عديدة وضمن مجموعة من المتلازمات ممكن تصيب الشبكية هذه الشبكية الموجودة بالداخل وتصيب أوعية الشبكية أو ممكن أن تصيب الأجزاء اللي خلف الشبكية من الخلايا الظهارية أو حتى مشيمة العين هذه المشيمة اللي هي الطبقة ممكن كذلك في بعض الأحيان هذا الشيء يصيب كذلك الجزء هذا اللي هي تسمى الصلبة من العين كذلك ممكن هذا الجزء العصب البصري ممكن يتأثر ممكن يكون الالتهاب وارد من هذا المكان مع الأوعية الدموية أو يكون جزء من متلازمة تصيب العين بأدة أنواع من الأمراض طبعاً كذلك الجسم الزجاجي ممكن يصيب الالتهاب أما مباشرة أو كمشاكل حادثة من الالتهابات الأخرى من الأجزاء الأخرى يتم يعني التهاب الجسم الزجاجي بما يسمى بالتجاور لأنها مجاورة لأجزاء مختلفة من العين هذه نودة بسيطة عن الأجزاء اللي ممكن تصاب في هذه الالتهابات الداخلية هذه كانت نبدة بسيطة من خلال هذا المجسم وكما ذكرنا الموضوع هذا كبير فنحاول أننا نتناول هذا الموضوع في الأيام القادمة كل مجموعة من هذه الالتهابات على حدة بعض هذه الالتهابات تأتي كوحدة ذاتية وبعضها يأتي جزء من متلازمات أخرى سوف نسهب بهذا الحديث في حلقات قادمة ترجمة نانسي قنقر